كيف تطلع مصاري بالكريبتو انت هنا؟ الحقيقة الموضوع هو عن استيكين شو هو استيكين؟ شو هي تجربة استيكين؟ شو أحسن العملات اللي خرجت عموا فيها استيكين؟ كل واحد نحكي عنه بهذا الفيديو قبل ما نبلش حطنا لايك وشير وكومنت خلونا نبلش طيب شباب شو يعني استيكين بالأو؟ استيكين بشكل عام هي عبارة عن تخزين كمية من العملة بحيث انه بيطلع لك ريورد او مكافأة عليها من اما من الماينين من التنقيب او تعليل هذه العملة او من اكسشينج معين او اجمالا و الى اكتر من نوع يعني فيه استيكين العادي فيه ماستر نوتز فيه اشياء يعني مختلفة الانواع فيه شي انت بتساهم بالماينينج بتساهم بتعمل وفيه شي لا بس انت بتخزين العملة فيه مواقع مثلا مثلا هذا الموقع بيعطيك صورة اجمالية عن كل مجموعة من العملات شو مكافأته الاستيكينج ييلد شو نسبة مكافأة عايته وقدش درجة صعوبة لتنفيذ هايدي استيكينج تخزين وقدش خطورته وقدش مقدار الريورد اجمالا بشكل عام لح ما رح لمش فيون العملات كله لانه هلا ما كلهن كويسين من ناحية خلين قول جودة العملة مقابل العائد لح أعطيكم ثلاثة عملات أنا مجربون و برأيي هنان كويسين هلا لح رتب لكم يا هون برأيي بالاهمية وبالاكتر ربحية أول واحدة هي كيوكون شيرز عملت منصة كيوكون بيعطيك عائد 32% بالسنة على رأس المال اللي انت بتحطه تمام؟ 32% عائد سنوي أقل شي فيك تحط 8 دولارات يعني فيك تحط من 10 دولار وطالع متل ما ملاحظين هون الأزرق هو سعر العملة الأسود هو نسبة الريورد متل ما نلاحظين بالفترة الأخيرة كان عم يكبر كتير هون صار وصل على 32% تمام؟ السعر ما كان كتير عم يرتفع بس اليد وصل على 32% هلا هون كان من قبل 5% 6% هلا ارتفع منيح المكافأة تعيتهم هون فيه آلة حاسبة فيك تحسب إذا بدك قديش في مثلا حطيت أنت مثلا 1460 دولار بيطلع لك باليوم دولار وفاصل ثلاثة بالأسبوع 9 دولار بالشهر 40 دولار وبالسنة 480 دولار فأنت بهالحالة يعني 32% تمام؟ مكافأة سنوية فهيدي شغلتها بسيطة سوف أرجع لكم شوي كيف هيدا الشيء على الإكسشينج كيو كون شغلته كتير بسيطة بس أنت بس بتروع الإكسشينج وبتشتري كيسي اس وبتتركن بالإكسشينج بس هاي هاي دا كل شيء بتعملوا الموضوع مانو معقد كتير بيطلع لك كل يوم كل يوم بيوزعوا المكافأة بيطلع لك كل يوم نسبة من الأرباح تعاية الشركة يعني بيشيلوا هنه هلا كيو كون هيدا النظام طبعا هذا شيء جدا قوي هحط لكم كل روابط الإكسشينجات تحت هذا الفيديو فيكن تاخدوهن إذا كنت تفتح حسابات بالإكسشينجات إذا ما عندك حساب فيه بياخدوا خمسين بالمية من أرباح العمولات اللي بيطلعوها باليوم وبيشتروا فيها كيو كوين من الإكسشينج تمام بيشتروا من الإكسشينج وبيوزعوا نص هالكمية على لا كل الكمية بيوزعوا كل الكمية على الأشخاص نسبة على الأشخاص اللي عاملين إذا أول شيء هنا عم يدعموا السعر بحيث إنه ما ينزل كتيره هنا عم يشتروا من تحت وتاني شيء بيوزعوا هذه الكمية فكلما زاد عدد الأشخاص اللي عم يداولوا على الإكسشينج أكتر كلما بيكتر العائد كلما بيكتر التوزيع على العالم فهذا الشيء نظامهم كويس ومربح نوعا ما نسبة عالية 32% تمام إذا أنا هنا مثلا حاطين طالع لي 29kcs بما يقابل 43$ خلال يمكن فترة ما طويلة يعني فهيدا أول 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 عملة للستيكي ثاني عملة العملة الثانية هي BTMX اللي هي عملة منصة Bitmax ببساطة كمان تفتح حساب الإكسشينج تلاقي الروابط تحت بتروح لهنيك بتودع بتشتري BTMX بتطلع عندك هاي الصفحة بتلاقي عندك هون بالنوقت موجود عندك الرقم اللي انت اشتريته فانت لحتى تعمله هون ما بس لازم تحتفظ فيه لازم تعمله لازم تقفلهم لحتى ينحسبوا ضمن تبعه فبس بتروح بتعمل ريكويس بس بتعمل ريكويس بس بتروح بتعمل ريكويس فور لقب تمو ريكويس فور لقب بيلك قديش الكمية اللي حابب تعمله فكتحط كل المبلغ وفيتحط جزء منه اللي بدك يعني فبس بتصير موجودة ضمن لقب هون وبصيرو بيعطوك علي كمان خمسين بالمية من أرباح الرسوم اللي بياخدوها بوزعوها للعالم فكمان هايدي نسبة عالية بالإضافة لأنه أنا نحن كلها عم نحكي عليهم هنا أصلا أسعارهم مرتفعت يعني مرتفعت مثلا مثل عملت مثلا بي ام بي أو اكسشينجات القوية هذون عملاتهم أسا كانت صغيرة هلا بيتماكس هو اكسشينج جديد فعليا هو أجد اكسشينج قوي بالفترة الأخيرة طلع فعملت عملت ورجعت عملت فهلا هي حاليا تقريبا بأوطى الأسعار اللي ممكنة هذا الشي يعني كمان بستعمل استيكين كمان هذي إيمتة في احتمال ترتفع مع الوقت للي عم تاخدهم كريورد بيتضعف مع الوقت إذا ارتفعت إيمتة اوبس راحت اليك أومي طلعت هذا ما تخطيه هي على فريم الساعة هي مع مجال كثير تطلع السلفو هي على دايلة متل ما شايفين هي بعدما عملت Pum put down بأدعى هذا السعر يعني حافظت على سعر عشرة سنت ومع مجال تطلع لحدود ال 14 سنت بسهولة في احتمال بعدين تسحب على مستويات مثل مثلا العشرين سنت لثلاثين سنت اقصى شي. بس بتوقع انه الى مستبلة انه هنا عم يعملوا كتير اشياء عم دخلوا عملات كتير عندهم دخلين حتى عملات بقية المنصات. يعني بتلاقوا عملات كل المنصات التانية بتلاقوا بيم بي كس كلهم موجودين عندهم. بدهم يجيبوا سوء اكتر للعالم وعندهم اشياء كتير ما رح نحفوط فيها بالتفاصيل. بس المهم انه شغالين يعني. اذا هيدا تاني ستيكين بروفيتابل. التانية عملة هي البيكس منصة عملة منصة بي بوكس. بهذا المقالة انا محسبت هناك شو الريورد اللي كانوا اعطيني اياها. بهذا المقالة حكي انه هو تعادل خمسة عش بالمية الريورد تاعتها. تمام؟ اذا هي اقل من الكاسي اس والبيتي ام اكس. بس ما زالت لا بأس بها يعني. هتشوه اذا يعني اذا انتو بالاخير اذا اللي بدو يقصم رأسمها لستيكينج ممكن يقصم وتحط نسبة اكبر باول واحد. نسبة اقل بالتاني نسبة اقل بالتالب. ما بتعرف كيف لانه احتمال احيان عملت للمنصة هي اللي ترتفع بشكل كتير كبير. بقالب بي بوكس بتروح على اسم المستخدم من هون وبيطلع لك بيكس انسنتيف ريورد. بتروح على الانسنتيف ريورد. بيطلع لك اديش معك من عملة بيكس. فهم بتعملها لك او ان لك. تمام لك لا تقفلون بصيروا بيعطوك عليهم تلاتين بالمية من الارباح الاسبوعية. يعني هنا كل اسبوع بيحسبوا شو جابوا ارباح شيروا تلاتين بالمية بوزعوها علي حاملين بيكس. بس اجمال هو اضعف اضعف اللي قرينا نقول بالفوائد او بالارباح بين البقية. فانا يعني حطوه بالترطيب الثالث يعني تمام. واقلها شي بتكون خمسمائة بيكس يعني فيك تشتري مثل كأني مثل الكرت يعني انو خمسمائة خمسمائة فيك تشتريه. ما فيك تحط فواصل بايك فيك تشتري خمسمائة خمسمائة. هلا اخيرا اذا انت تحاب تدور على شي تاني من هيدا الموقع فانت فيك تجي لهون اما تقصموهم حسب بروفوفوفستيك حسب ماستر نوت حسب ديفيدنت وفيك كل واحدة منهم ترتبون حسب اليلد. كيف؟ فانت فيك ترتب حسب اليلد بيطلع لك شو اعلى يلد موجود. بس احيانا بيكونوا عملات ما كتير معروفين. وبالتالي بيكون خطورة انو تحط فيها اصلا مصرياتك. اعلى من انو الفائدة او الريورد اللي هتحصل علي منه. بس مسلا في عملات مثل مسلا انيرجي كويسة وهلأ طالعة. اي او اس تي ماشي حالة. نالس معروفة. كوزموس. ارك. بلوك نت. لوم نتورك. لا كلهم مقبولين جيدين يعني بس انو نسبهم كمان قليلة مسلا 10-11 بالمية. انيرجي هي الوحيدة اللي نسبتها عالية كتير 74 بالمية. بس هون حطينا ريسكي. لان هي عملة جديدة فعليا. بس اتوقع لازم تكون انت تساهم بالماينينج. لازم يكون عندك سيرفر. وتعمل. بروسسنج للترانزاكشن. فبتتوقع موضوع ما رح يكون كتير سهل. لا انا رجي طلع ما بدا. برش لكم نشوف. هي العائد تبع 74 بالمية بالسنة. عائد كتير كبير. متل ما شافين هون السعر ارتفع. لثمانة دولار. ورجع نزل هلأ على الخمسة ونصف دولار. تمام. يعني السا العملة نازلة بمارش. العملة نازلة بمارش مصر للزمان. يعني نازلة. هكالاحوال. اللعائد تبع عالي. والفكرة بانه واحد بس بيحتفظ في شكله بالمحفظة تعيتهم. فاذا بدكم بعملكون فيديو تفصيلي عن هايدي العملة. اذا كان بكتبولي بتعليقات. اذا بهمكم الموضوع ولا لا. بس انا كانت الاولى هاي الاولى بالليست. كانت هي اللي بده مية وتلاتين بالمية بيعطيك ريورد. بس بده انك تحجز سيرفر وتساهم معهم بالميني. فهي صعب عاملة شوي. والعملة ما معروفة يعني. انا ما كتير بعرفة. هي عبارة عن الفيديو شيرين. بتشيل الفيديوز. اسمه لايف بير. لايف بير. لايف فيديوز. كذا فبيطلبوا منك يكون ذاك سيرفر مشان موضوع. تعمل يعني تحقق من الفيديوهات ويمكن تنشر فيديوهات وهيك شي يعني. ففي قصة طلبكات شوي. فكمان ازا حبيتوا ممكن نعمل عنا فيديو. خبروني كمان بالتعليقات. على كل الاحوال هاي مية وخمسة وخمسين بالمية. ريورد تبع شوي خيالي مهل. على كلين. بالشكل عام هايدي كان المعلومات احبيت اعطيكم اياها اليوم. شوف هدون الاكسشينجات. في هنا اصلا عملات كمان كويسين اللي حاب يتداول علي يوم. بتلاقوا عملات احيانا فيها كتير عليها حركة كتير قوية. بتكون عاملة نازجة فيها اليوم اي او وات كمان. ممكن الواحد انه يستفدنا هاي الفرصة. بس نحنا بهمنا عملت لهذا الاكسشينج. لانه اول شي عم تاخد من الستيكين. هم تستفيد من هاي الفائدة. وتاني شي عم يختروعوا دايما من انطرو. لحتى يرفعوا قيمة عملته. وهذا الشي ممكن يصير باي باي وقت يعني. فمناك التوفيق شباب. ما نكون سفقتوا من هذا الفيديو. شروعوا اعطونا لايك. وشوفكم فيديو تاني ان شاء الله على خير. سلام. اشتركوا في القناة